هنا بقى السؤال بقى المهم جدا أنا مسمي نفسي حضارة وعندي تقدم زي اليابان زي برطانيا زي فرنسا زي بلجيكا زي ألمانيا زي هولندا زي كل دي فرنسا كل دي دول استعماريه طيب ايه بقى مفهوم التقدم اللي انت بتروحه وقف اجأ اني الكارثة او مذبحة نان كينج في الصين الجيش الياباني بعد ما كسب الصينين في احد المعارك الجيش انسحب الصيني دخل قاري او بلد لانان كينج اتل من 200 الف ل 300 الف لغاية دلوقتي اليابان والصين بيتخانقوا على عدد الصين بتقول انهم 300 الف اليابان لا بتقول احنا اتلنا 200 الف بس طيب الناس دي هتعتذروا او تقدموا اي تعوضات على المسبحة والمجزرة اللي انت عملتوها طبعا كان قتل اطفال زبح نساء اقتصاب نساء كل اي شيء من ممكن حد يتخيله يعني انا بدعش الحضور انه يدور على على مذبحة طب اليابان ده حتى الان مش راضي تعترف بطولة احنا ما علناش عنهم الحرب بساعتها فهم من المفروض المعركة دي لا تخضع لاتفاقات الدولية لا تخضع لاتفاقات الدولية بمعنى يعني انت لو قدرت تقتل واحد او اتنين او 200 الف او 300 الف وما كانش بينك وبين هزي الدولة اي شروط تخضع لاتفاقات الدولية فعادي الناس اللي انت قتلتها دي مش بنا قدمي دي اليابان بعد من 1869 بدأوا عصر الاصلاح احنا متكلم في 1937 يعني المفروض دولة صناعية كبيرة جدا دولة عندها حاملات طائرات دولة عندها اسطول ضخم جدا دولة متقدمة صناعية دولة متقدمة حضارة قوية هلاص المسبحة دي على مرأة ومسمع من العالم هم نقلوها للتلفزيون الياباني على اساس انه وانتصار كبير لجيش الامبراطور حتى الان لا يريدون الاعتذار للصين الصين طبعا مدرجها في المناهج التعليمية ان اليابانيين عملوا 1-2-3-4 تمام؟ فده دي نقطة احنا بنشوف دلوقتي المنتج اللي طلع باي